طيب هنروح لخبر يعني الحقيقة طريف شوية يمكن كرة الماء الطريف مش ده الطريف الخبر هقول لكم ايه التاني كرة الماء عندها بعد نصف ساعة مباراة في الدوري أو بطولة الجمهورية مع نادي الزمالك البطولة هتتلعب في حمام السباحة بالنادي بالجزيرة حمام سباحة نادي الأهل فرع نادي الجزيرة فرع الجزيرة يعني والمباراة تتلعب تمانية ونصف طيب المباراة الأولى خلصت ازاي؟ خلصت بنتيجة خمسة صفر نادي الأهل ليه؟ عشان نادي الزمالك انسحب غريبة موضوع الانسحاب ده يعني خمسة صفر وانسحاب وكان على حمام السباحة بفرع نادي الأهل بالجزيرة النهاردة يا طار هينسحب ولا لا الله أعلم محدش عارف طيب من اللي بيقود الجهاز؟ الكابتن وليد عزة مدير فني ووليد وصفي مدرب عام وعمر سامي مدرب وصف ممدوح مدير إداري وسامح العشر إداري وخالد بن عيسى محل الأداء وأحمد أكرم أخصائي تأهيل وهنقول لحضراتكم لو المباراة بتدت خلال الحلقة هل تم انسحاب الفريق ولا لعب وجم يعني هنقول لكم إيه اللي حصل بالضبط من خلال طبعا مرشلنا هناك في نادي أهل الجزيرة